اشتركوا في القناة وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك وعبر التيك توك طبعاً آزل فلوني إخواني طبعاً اليوم مبدئياً ثلاثاً ما كانش باش نجي ولكن لأنني أمس صراحةً كنت أشعر بغضب شديد وبألم شديد نتيجةً للحرائق والإدارة الإجرامية نهيك عن احتمالات التورط الإجرامي أيضاً للمخابرات الإرهابية والمافيا العسكرية في البلاد وما أدت إليه هذه الحرائق من دمار هائل هذا جعلني أن لم أكمل اللايف بمعنى أنني توقفت لأن رأيت أن ليس هناك أي حديث آخر ممكن أن نتحدث فيه خارج ما حدث طبعاً كان الحديث مفروض أمس على ما يجري في دولة الكيان على ما يجري دائماً على الساحة الأوكرانية الروسية لأن كل هذه الأمور تمسنا وتهمنا ليس كسكال العالم ولكن أيضاً كجزائريين وكمغاربيين وكمسلمين يهمون الأحداث هذه وتهمنا بشكل كبير جداً لكن طبعاً ما يجري في وطننا ما يجري في بلدنا هو له الأولوية وله دائماً الأهمية الأولى والكبرى والشعور العميق وأنا أرى تلك الحرائق طبعاً كنت تبعتها معكم كما تابعوها الناس كثيرين تبعناها عبر موقع التواصل الاجتماعي أساساً وعبر ما كان ينشر فكان مؤلم جداً مؤلم جداً أن يتكرر المكرر ويعود يجرب المجرب وهو أن حرائق في كل صيف وأحياناً حرائق قاتلة ما فيش صيف ما ماتوش فيه جزائرياً في الحقيقة لكن أحياناً يموتوا ممكن خمسة عشر خمسة عشرين شيء رهيب لكن اللي أرهب منه واللي أرعب منه واللي أكبر منه هو عندما يموتوا بالعشرات وتجرحوا بالمئات طبعاً هم توقفوا عن القول حبسوا في ربعة وثلاثين والجرحة واحد وثمانين وهذا مش صحيح اللهم إلا إذا خرج رقم ومشتوش لكنهم توقفوا توقفوا على آخر خبر فيه كان ربعة ومتال عشية أمس لماذا؟ لأنهم شعروا وذلك جاتهم أوامر بضاية الحاول أوامر التليفون لأن أوامر نحن نقوله قضاء التليفون لكن صحة التليفون قضاء التليفون وولاة التليفون كلهم جئوا من أوامر التليفون شافوا أن هناك غضب شديد وأن الحديث عن ما حدث وعن العدد القتلى لأنهم اللي يقدروا يعدوا القتلى الناس ربما كل واحد يقدروا يعد في قريته في ولايته إلى حد ما إلى آخر لكن النظام المركزي في أي بلد هو اللي يكون عنده المعلومة ككل للوطن فتوقفوا على ذكر عدد القتلى اللي نحن ندعو إن شاء الله أن يكونوا شهداء وأمس واحد علق بين قوسين هذه قال لماذا تسمعهم قتلى؟ لماذا تقولش موتى؟ نقول موتى عندما الناس موت موت طبيعي فيقولوا ناس إنسان مات أما عندما يكون الموت غير طبيعي فعال مرجح أنه قتل قتل في حريق قتل غريقا قتل في حادث فهذا هو الفرق بناتهم خاصة لما يكون هذا القتل كان ممكن تفاديه كان ممكن تفاديه وربما هنا أيضا بسرعة بعض الناس عن جهل أو عن خبث يقول لك وهذا قدر الله وقدر الله ممكن لا يمكن أن نعمل معه شيء وأجلهم هو اللي كان مكتوب هذا فيه تلاعب وفيه كذب على الله سبحانه وتعالى نعم هو أجل الله عند علم الله الله هو يعلم متى نموت كلنا بأي لأنه ما فيش واحد يدري لمتى يموت ولا بأي أرض يموت هذا أمر إلهي لكن كونه أجل الله مش معناها أنك ما تكونش عندك المطافة ما تكونش عندك الطائرات اللي تطفي الحراك ومبعد تقول أجل الله هذا كذب على الله الأخذ بالأسباب الأخذ بالأسباب لو لماتوش نتيجة الحراك لأن هناك درجة إجرامية عاشوا لأن الأسباب تخذوها الحكام الولاد وزراء المسؤولين تخذوا ما يجب فتولي القضية هربنا كما قال مرة سيدنا عمر سيدنا عمر قالوا له هذا قدر الله قال لهم نهرب من قدر الله إلى قدر الله روحوا من أمر الله إلى أمر آخر لله سبحانه وتعالى فهو كل الأمر له لكن ربك أمرنا باتخاذ الأسباب في الواقع الشهيرة اللي رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله راني خليت الناقة ورح ندخل ندخل نصلي ربي يحرسها لي قال له اعقلها وتوكل يعني توكلت على ربي لا اعقلها وتوكل لماذا أمروا بي أن يعقلها لماذا قال له أربطها أربطها وروح توكل على الله كان أمرين اتنين الأخذ بالسبب المادي ثم الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى باعتبرنا مؤمنين لكن القضايا المادية وإلا الأمور لا تمشيش وإلا تقعد في دارك لا تأكلش وما تشربش وتقول أجر الله رانا هذا أجر الله إذا مدت هو أجر الله لا إذا مدت رك تقتل في روحك واحد يرمي يروحه من جبل يقول لك يقولوا الناس أجر الله وصلوا الأجر لا هذا أقتل نفسه أجر الله نعم لكن هو خذ الأسباب قتل نفسه وحذيك جاء قتل النفس محرما الذين ينشرون هذا التدين المزيف وهذا الدين المزور بعضهم جاهل لا يعرف يكرر ما يسمع وبعضهم منافق وخبيث ينشر دينا مزيفا ومزورا طبعا المداخل وجزء من الصوفية ليس كلها لكن جزء من الصوفية هذا بالنسبة إليهم بشي بعد المسؤولية على المسؤول عندما يرد عليهم الناس يقول لهم طيب سيدنا عمر قبل 14 قرن قال خشيته أن يسألون الله عن بغلة عثرت في الطريق والله لو عثرت بغلة في العراق لا خشيته أن يسألوني عنها ربي لما لم تصح لها الطريق يا عمر طيب بغلة عثرت في العراق بعيد عليهم ألف كيلومتر وما كان لا قطارات ولا طائرات ولا أنترنت ولا فاكس ولا مواقع تواصل اجتماعي هو وجب الأخبر لا لأنه يعرف أنه مسؤول مسؤول على حيوان حيوان مسؤول عليه الحاكم يكون مسؤول حتى على الحيوان نعم من بالك على الإنسان طبعا كما قلت بعض الصوفية والمداخل أساسا ينشرون دين مزيفا ومزورا مداخل أساسا ينشرون دين صنعته المخابرات السعودية وعانها عليه آخرين فينسبون هذه الأمور يقول لك أجل الله ليس هناك مؤمن لا يؤمن بأجل الله وبقدر الله لكن هناك الأسباب ليقرأ صورة الكهف والمسلم مطالب بها كسنة يقرأها كل جمعة يعرف أنه فاتخذ سببا في قصة الإسكندر الأكبر تخذ سببا كان يأخذ بالأسباب حاكم مالك كان يأخذ بالأسباب ما كانش يلعب فهناك طبعا من يريدون أن ينشروا هذا نعود إلى وضع الحراق وقد ذكر لبعض الناس ورسلوا له قالوا أن أن تلفزيون العصابة أمس ما كانش يتحدث الحراق كان يتحدث على شنغريحة وعلى أميرال إيطالي زار شنغريحة وبدوا به الأخبار عجيب يعني العجب العجيب حين أن هناك جرائد عالمية صحف عالمية ومجلات عالمية ومواقع عالمية وتلفزيونات عالمية كان اللي وضعوا خبر الحراق في الجزائر كان هناك حراق في تونس أيضا في اليونان أيضا يعني في اليونان وتونس ما كانش فيها موتى اليونان معدى سقوط طائرة من طائرات الإدفاع لكن ما كانوش قتلى في الحراق فكان طبعا ذكرت هذه المواقع وهذه الصحف وهذه التلفزيونات كانت تأتي بالخبر أحيانا في بداية الخبر عشرات الموتى في الجزائر وعشرات الجرحة عشرات القتلى بالنار كان خبر عالمي ما فيش وكالة أنبامة تكلمتش عليه ما فيش جرائد تقريمة تكلمتش عليه بينما العصابة الإجرامية تلفزيون العصابة الإجرامية بدأ باستقبال شنغريحة لأميرال إيطالي بدأ بأخبار ذباح شنغريحة ذباح الأخضارية وذباح بالعباس وغليزان وكانوا هذه الأخبار الرئيسية فشلوا فاشلين ليس لهم أي شيء إما سخافات التبون والتهريج اللي يدير فيه على أساس زار تركيا زار الصين ثم ماذا ثم ماذا كل الحكام يزورون دول أخرى وهذن يزورون آخرين إلى آخر ما هي الفائدة ماذا تقدم الجزائر ماذا تستطيع الجزائر أن تكون لها ماذا عند الجزائر باش تستطيع تكون مع الصين مثلا في شراكة اقتصادية فقط نعطولهم هما يبنوننا في المصانع ويبنوننا في الديار هما والأتراك والإماراتيين والقطاريين والسبانيول والطليان والفرنسيس يبنوا ويددوا في المال يبنوا ويددوا في مالنا لأنهم يبنوا مصانع أو يبنوا شقق أو يبنوا طرقات أو ماذا تستطيع الجزائر أن تقدم مع دم البترول والغاز ماذا والآن ربما يعطوا حطا الصينيين باش يسيطروا على بعض المعادن النفيسة والمعادن الخطيرة مثل الليثيوم وغيره من المعادن اللي راح عليها صراع دولي هذا تهريج هذا لو كان جاء كل الشركات كانوا يقول لك راح رجال أعمال ومن يش عارف وقعه هذو رجال نهب مال هذو رجال نهب مال هذو عداء مشات فيهم كلمة رجال بالمناسبة يعني كلمة رجال حطوها بين قوسين شوية هذو تعناها بالمال ويش راح نديرو راح نسل مرقبتنا للصين والأتراك وللروس ومعناش حاجة نوجه بها معناش شركات قال لي جي شركات صينية عندنا وترح الشركات الجزائرية عند الصين جي شركات تركية عندنا وترح الشركات الجزائرية في تركيا عكاش عكاش نحن رأى عقود إذعال وبعثرة المال والتهريج وطلع مع طائرات الميك كأنه واحد في راح يخطف تبون خسار كل ما طير طائرة فيه خسارة خمسين ألف دولار أو ما يزيد وعبث وهذا ما كان عودة إلى الحرائق واللي أدت إلى دمار هائل في عدد من المدن عدد من الولايات 16 ولاية ضررت بشكل أو بآخر الضرر الكبير كان في بيجايا وكان أيضا في جيجل وكان أيضا في سكيكدا وكان في سخهراس وكان في البويرة وفي ولايات وفي الامدية وفي ولايات أخرى وهذا الضرر طبعا بالنسبة لبعض الناس هو ضرر مدمر حلنا نشوف واحد من هؤلاء لأكيد هذا ضرر لا ما بقي في هذه الدنيا لن يستطيع أن ينساه ولا أن يتعافى منه تحت أي ظرف كان هنشوف بعض بعض هذه الأمور في هذا أخونا موسيقى 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 عبد العزيز شيبان وهو بألم شديد وببكاء يتحدث على أسرة خوه وعلى الأسرة التاعه وعلى الأسرة الكبيرة 16 فرد من هذه الأسرة هناك من يتحدث على 18 فرد من هذه الأسرة احترقت بعضهم احترق وهو نائم في فراشو احترقت من نيران كان يمكن تفاديها كانوا يعرفون ويتحدثون على أن درجات الحرارة عالية جدا هذا عندما نفترض أن هذه النيران طبيعية بالمناسبة كانوا يعرفون أن درجة الحرارة كانت عالية جدا جدا وكانوا يعرفون أن الغابات في الجزائر طريقة إدارتها هي طريقة إجرامية مثل كل ما يتم في الجزائر وكانوا يعرفون أن الإمكانيات محدودة جدا بالرغم من الأموال التي تصرف وتنهب لكن على الأشياء الرئيسية ما كانش أموال وكانوا يعرفون أن ما فيش طائرات للإدفاع وكانوا يعرفون وكانوا يعرفون كان يعرفوا كل هذه الأشياء ومع ذلك لم يتخذوا أي إجراء أي إجراء باش يقول لك طيب رانا درجة الحرارة هذا العام أكثر من درجة الحرارة 2021 مرة أخرى عندما نفترض أنها كانت حرائق طبيعية طبعاً من 2021 نعرف أن الجزر أكبر منها كان قام به جبر مهنة ومن معه مخابرات إرهابية وكانوا يريدون أكثر من ذلك بقتل أم جمال بن سماعين وبكوارث كانوا يحضرون لها فقط لإيقاف الحرارة طيب العالم أجمع هذا العام يتحدث على مناخ قل له نظير وعلى درجة حرارة عالية جداً وكانت الناس قبل حرائق أمس كانت الناس تطبخ في العاصمة كانت عادي 48 درجة 50 درجة 52 درجة عادي في منتصف النهار في سكيكدا كذلك في عنابة كذلك في بجايا في وهران في بالعباس في معسكر في أي مدينة في باتنا في الناس كانت تطبخ طبخ مكنتوش عارفين الناس كانت تطبخ طبعاً هم يعيشون بليبيسين يعيشون بالكليماتيزور يعيشون بالسيارات المكيفة والمكاتب المكيفة والمهيئة يعيشون بهذه الأشياء فيصعب عليهم أن يتصور أولئك الذين تقطع عليهم ما تقطعش عليهم الكهرباء ما تقطعش عليهم الماء الأكل والشرب يجي بلا حساب ومرات يجي مستورد فهم ما يقدروش يشعروا بالأغلبية الغالبة من الشعب الجزائري اللي تعيش ظروف عصيبة وأحياناً تعيش بعضها ظروف كارثية ومريلة يقدروش يشعروا بأولئك الذين تقطع عليهم الكهرباء بأولئك الأغلبية الذين ليس لديهم كليماتيزور بأولئك الأغلبية الذين أحياناً ينحولهم الكنتورات بأولئك الذين يصعب عليهم بش يوفروا لقمة العيش ما يشعرونش هما بها لا يستطيعون الشعور بها لأن ما عندهمش ضمير كونجاً عندهم ضمير حتى هم يعيشوا في النعيم يقدروش يشعروا بالآخرين تخيلهم بلا ضمير هم حثالة الحثالة وبلا ضمير ويعيشون في رفاهية قلة لها نظير من ملشا لا يستطيعون الشعور ولا الفهم ثم أي واحد أي مبتدأ في العلوم السياسية يقول له السنة الأولى جامعي بريفوار أن تحكم يعني أن تتوقع وهذا مش توقع استثنائي هذا الصيف نقوله هلهم بالألف والبوتة الصيف يجي هو فصل من الفصول الأربعين سنة وفي بعض الأماكن في الجزائر الصيف هو تقريبا ست شهر في الجنوب وفي الشمال هو حوالي أربع شهر مش حتى ثلاثة شهر في الغالب الناس تبدأ تحس بالحرارة من منتصف ماي إلى نهاية سبتمبر لا زلت أتذكر سنوات اللي قضيتها في العاصمة كيف أنه في أوتو سبتمبر نكونوا خاصة نحن يمشوا على رجلينا إلى آخره الواحد يكون يتحمم بليميديدي يعني ما نجي كنت نوصل للبيت أنت جداتي الله يرحمها في قلب القصبة أين أولدت الوالدة نوصل مخسول بليميديدي هذا أنا ذاك أنا نتكلم عن الثمانينات لأن كانت الجزائر ما زالت جزائر يعني في حدود كبيرة ونضافة لباس والأمور المنظفة والماء ينقطع لكن ليس بهذه الدرجة كبيرة الكهرباء قليل أن تنقطع وكيف نوع من التوازن ومكشف هذا الابوليسي وهذا التلوث الرهيب اللي في المدن خاصة في المدن الكبيرة أنا ذاك فهم هذه العصابة وكأن الصيف ما يعودش يولي السفية ما يسمى بوزير الداخلية قال لهم هذا المرة تنبأنا تنبأنا وجبنا وخلينا نعود نوري لكم لأن هذا هذا الجريمة هذا المجرم اللي راح اليوم اللي بجاية قالنا نسمعوه وش يقول ما نعود نذكر المساعد دامليحي يعود يبعث لي تعوزير الدفاع أو وزير داخلية وش كان قال في جوان الماضي لكن هذا الوزير أسمعوه وش يقول الأوضاع فكرة نرى مدى الخسائر التي تم تسجيلها إصلاح هذه الحرائق التي نشبهت مؤخرا بعد شدة حرارة وبعد الريح العاتية والتي ربما كان سبب في تسجيل خسائر نعتبرها جد جد معتبرها من ناحية الخسائر المادية وأكثر من هذا الخسائر البشرية أقول أن عدد أكثر من ثلاثين يبقى عدد محدود لولا هذا العمل الجبار ولولا التنسيق ولولا العمل التكملية تاكل مصارح الجيش الوطني الشعبي المصارح السلك الأمنية الحمية المدنية المغابات المواطنين مازال يفتخر راح باش يفتخر ويقول قمنا بعمل جبار وعام ثلاثين نعم هو رقم سيء لكن الموضوع يكون أكبر بكثير العدد أكثر بكثير العدد الحقيقي أكثر بكثير ولا أستبعد أن يكون قد تجاوز المئة لأن الرابعة تالعشية أمس كانوا يتحدثوا على 34 والجرحة كانوا كانوا رقم أول في 81 وفي أماكن أخرى مثل بعض الولايات في جاية مثلا عدد القتلى كانوا 22 والجرحة بل عشرات في ولاية واحدة وكانوا عددهم ما زال كل لأن الحراكة كانت ما زالت تنتشره بشكل فضيع والناس ما زالت تحترق وتموت هذا رقم كاذب هذه ليس انتخابات كانوا جاءت انتخابات ينفخوها هذا بالعكس يشعرون وعارفين بأن هناك غضب رهيب جدا وكل أجهزتهم لتستطلع الأراء وتشوف الناس كيف يشرحي قالوا لهم هناك غضب رهيب جدا وفي شعور عندهم خوف عندهم أنه قد تنفجر الأوضاع في وجوههم قد يخرج الناس بمئات الألاف وربما بالملايين وهم يرون أن هذه الكوارث تسببت في هذه العصابة لأن مرة أخرى بالمناسبة تونس وفيها المعتوه اللي اليوم المناسبة الذكرى الذكرى الثانية للاستيلاء على الحكم وواجهها على كل حال لم يتحدثوا عن قتلى في الحراق قالوا كأن بعض الناس اللي أصيبوا بالجروح ودوهم المستشفى هذا لا يعني أن الأوضاع جيدة في تونس وهذا المعتوه اخذاها إلى أسوأ ما يمكن لكن الوضوع في الجزائر وهم ينتفخون يتحدثوا على الجزائر الجديدة ويتحدثوا على عشرات القتلى وأنا على يقين رح يخفوا الرقم الحقيقي والرقم الحقيقي قد يتجاوز المئة إن شاء الله الشهداء والجرح في الحقيقة بالمئات ورب يجيب لهم الشفاء والناس يعاونوهم وقدر ما يستطيعون لأن كثيرين في كثير من البلديات كثير من القرى كثير من الشر دمرت حياتهم نهائيا يعني خلاف الجرحة هناك اللي دمرت حياتهم اليومية نهائيا دمرت بيوتهم دمرت سياراتهم دمرت حيواناتهم دمرت حدائقهم غاباتهم دمرت كل شيء يخرج هذا السفيه ويقول لك ما قمنا به لم تقوم بأي شيء لو كان ما متوش الناس لو كان ما تجرحوش هذه الأعداد لو كان ما كانت هذه الحرائق المرعبة آه ممكن تقولوا والله إحنا كنا حاضرين وكنا وجدي باش حضرتوا الناس رفد البادن الناس رفد البادن ويطفي بيهم وكينا عسكر ما زالوا بالبالة على كتاف والكلاش يطفي بالبالة ومرة أخرى تتسببون في موت جنود مساكين بسطاء جنود مستضعفين جنود جايين من أسر فقيرة جدا بائسة جدا يعني أتحداكم أن نجد ابن أو خو أو أي قريب لأي جنرال أو وزير أو والي أو رئيس محكمة أو رئيس ميس قضائي أو كوميسار كبير أو جادارمي كبير راهوا في هذه الجنود اللي ماتوا كل ما يموتوا الجنود الناس يشوف أسرهم لأن الناس يروحوا اللعزاء ويروحوا يشوفوهم ويروحوا تحسهم جايبينهم من أماكن بائسة جدا نعم هؤلاء جوعة رحوا الجيش لأنهم جوعة يحطوهم في قلب الأحراش في قلب الأشجار وين هم عارفين أن درجة الحرارة هي الضرف الخمسين درجة الحرارة الضرف الخمسين كان أقل شيء هو إخراج وما زال لقدر لها تعود تصبح حراقي عاودوا يموتوا الجنود لأنه المفروض بما أنكم فاشلين ورديئين وما فيش إمكانيات لإطفال نيران في بداياتها على الأقل خرجوا الجنود من الثكنات على الأقل طلبوا من القرويين ومن صحاب البلديات وتشورني غادروا اليونان اللي هي بلد سياحي من أكثر بلدان السياحة العالمية قامت بإجلاء 30 ألف سائح رئيس وزراء اليونان خرج قال إن أنا في حرب مع النيران لأن هناك نيران كبرى حقيقة أقل من نيران اللي مست الجزائر لكن لحد الآن لم يعلن عن قتل بين الناس أو السياح في اليونان هذا اليونان مهوش مثل يعني اليونان مش بلد اللي يخذ مثال يعني اليونان مش ألمانيا أو اليابان مع ذلك هذا البلد تعليونان اللي هو نصفه متقدم نصفه متخلف وقدر يفهم وما تحدش الكوارث اللي حدثت عننا إذن يخرج هذا السفين تعوزير الداخلية وإشكر روحه الآن وبفضل بدل ما يروح يعزي الناس بدل ما يروح يعتذر بدل ما يروح يقول أنا كثير من مرات نسمع مسؤولين غربيين لما تصرى مشاكل يقول والله ما يعني خلناكم في ضرف عصيب نأسف على ذلك نعتذر على ذلك لا شيء لا تسمع منهم أسف ولا اعتذار ولا طلب مغفرة من الناس ولا من الله سبحانه وتعالى أبدا راح ينتفخ واش من أدوات كانت عندك واش من أدوات كانوا كينين زي الاليكوبتر ثلاثة ولا ربعا نتعالى الجيش والناس مرات كانت تشوف مرات يطلقوا ما يطفو النار ومرات يطلقوا ما يشعر مادة تشعر النار وهذه الناس كلها والآن رهي مليئة بها مواقع التواصل الاجتماعي نتعالى زي الاليكوبتر ليتلقوا مادة تلهب وتشعر النيران مش يتطفي النيران لكن نفترض أنكم كنتوا تطفوا في النيران ثلاثة ولا ربعا ليكوبتر في منطقة تزيد عن 150 ألف كيلومتر مربع يعني من المدية إلى 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 سكيكدا إلى إلى حدود عنابة إلى هذه أكثر 150 ألف كيلومتر مربع مرورا ببجايا مرورا بالقل مرورا بجيجل مرورا بزيامة المنصورية مرورا بالبويرة مرورا بمدن أخرى الأخضارية جبل سبربر والجبال المحيطة بالأخضارية كانت كلها نيران ماذا ماذا قمتم لا شيء كنا جاينا في دولة قانون يطاح بكم وتوضعون في السجون وإذا عندنا قضاء عادل يصدرون حكام أعدام ضدكم لأنكم تسببتم بإدارتكم الإجرامية في قتل الناس كما تعودتم تجوعون الناس تعطلون الناس تعطشون الناس تقطعون الكهرباء على الناس هل يحدث هذا في كلوب ديبان والمحميات المجاورة والمشابهة هل يحدث هذا وجاي وكأنه يدير في مزية في الناس يا كاذب يا ما يسمى بوزير الداخلية يا كاذب قاعدة تقول في 19 جوان الماضي عنا ست طائرات منتع 12 ألف متر مربع ما 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 ليتر خلينا نشوف لأعود بعثها للمساعدنا عودوا نشوفوها لأن لازم نقفوهم بالأدلة هذه باش يفضحون في انتظار أن يتم الإطاحة بهم عقل شيء يتم فضحهم يتم تكسير البروباغاندا نتاحهم يتم ضرب كل ما يقولونه من أكاذيب هاو شي يقول هنا هذه في 19 جوان أكثر في السنة لما قبل في 21 و22 هنا خذنا بالإنسبار هذا خذنا العمل بصفات تنبؤية بصفات استباقية كل الإجراءات وكل يعني عززنا كل الإمكانيات وعززنا كل القدرات حتى نواجه مثل هذه الصحاب فبالنسبة لسؤالكم مثلا بالنسبة الطائرات القليفة الحمد لله هنا اضطررنا باش نعطع مع شركة من أمريكا الجنوبية من الشيء بالضبط ست طائرات راه هنا موجودة اليوم 12 فتر راه هنا ويبدأ وشار الله هذا كل يبقون يمثل بتجارب وممكنية تدخل تجارب وممكنية تدخل ورنا ست طائرات ورنا اثنين فقط ورنا اثنين اثنين من الطائرات تحت 12 فتر راحوا جابوا كين واحدة وهذه في الحقيقة الواحدة لهذه اللي اجروا على الروس العملي فات وجابوا طائرتين صغار صغار ممكن ما يرفضوش 2000 لتر خلينا نشوفوا هذه الطائرة تاعة 13000 لتر اللي سموها البي 200 خلينا نشوف كاش يعمروا فيها يعمروا فيها بتويو يعني حتى التقنية انتاحة اللي هي معروفة انها تاخذ الماء من البحر فيه ظرف اقل من دقيقة تعبئ من البحر وتسعد بش هما يعمروا فيها بتويو وهذه بهاو مرتكبوا خطر الحقيقة صوروها مما اضطر ان الناس تنتبه يعني باش ينتبهوا الناس جايبين هذا الكاذب ايضا من صحافة جزدورو مطار عربان رمضان بولاية بجايا حطت منذ قليل هذه الطائرة التابعة لقواتنا الجوية هذه الطائرة من نوع بمئتين ومن دراس كانادير اقتنتها القوات الجوية الجزائرية من اجل المساهمة في اخماد النيران هذه الطائرة التي تحمل ازيد من 12 الف مكونة من طاقم من قيادة القوات الجوية الجزائرية تعمل شوفوا في الخلفية كاميوني بومب في تحديد مواقع وبؤر النيران التي يتم تعامل معها تم الاستعادة بها في الخلفية كاميوني تعمل فيها يعني يعمر فيها بتويو هذه الصورة لما كبروها هناك فشتبان هناك فشتبان يعمروا فيها بالكاميونت على بومبي يعني الكاميونت على بومبي هذاك نفطر ضوئي يرافت اقصى تقدير يرفض 5000 لتر 6000 لتر يعني طائرة واحدة وسمعتوه يقول للقوات الجوية الجزائرية وما هي القوات الجوية الجزائرية الحقيقة للقوات القوات الجوية العسكرية ماذا تدير طائرة اتفاع الطائرة واحدة مستلفينها من عند الروس كارينها من عند الروس ماذا تدير عن شنغريحة ماذا تفعل عن شنغريحة شنغريحة وجنيرالات وهذا ونتع مطافئ حراس غابات اسعاف مدني ما هم هم هذا ماذا تدير في القوات الجوية العسكرية هذا واحد الامر الثاني هذا يتعمر من البحر والناس شافوا لما جاءوا الفرنسيس والسبنيول في الالفين واحد وعشرين بشطفاوا النيران كانت طائرات هم القنادي تعمر تمر على شواطع بجايا وعلى شواطع وجيجل وطفي في جيجل وسكيكدا وتزيوز الى اخر وبجايا بعض المناطق اللي كانت قريبة منها كانت الناس شافتها تعمروها انتم تعمرو فيبتويو بما ياخذ ساعات باش ياخذ الماء طيب تروح الطير ترمي هذك تعاوت تقعد ساعات تنتظر هذي نفس الطائرة اللي العام اللي فات تحت الماء ومبان بعد ثلث ايام طيب انت الحال كتعود في ايدي متخلفة في ايدي مجرمة بينصير الطح وفرحانين بها جايبين هاليوم هذا الخبر اليوم باش تروح قالك البجايا والبارح وين كانت ولو البارح لان النيران بدات مع فجر او مع ليل لو البارح وين كانت ثم اين هي الست طائرات والله لو جينا حتى في جمهورية موس كان صدر بالاطاحة بهذا وزير الداخلية واعتقال لان الاكاذيب انتاعوا ماهيش فقط ادت الى الى كوارث طبيعية مادية ادت الى موت بتاع الناس وانا نقول للناس اللي يجيزورهم مثل هذا المجرمين هذا اقل شيء استقبلوهم بالطماطم الفاسدة اقل شيء استقبلوهم بالطماطم الفاسدة والبيض الفاسد هذو مسعورين هذن هذو مش مسؤولين هذو مجرمين هذو عناصر في عصابات اجرامية هذو ناهبين هؤلاء رديئين وفاشلين وناهبين وسفهاء يتحدث على انه لو كان ماهيش واش درنا واش ديره والله لو كان جاء الشعب هذا يدير نفسه بنفسه ما تحدث الكوارت اللي راي واقعها غير احتليت الدولة وحولتها الى حولتها الى جهامة ضد الشعب حولت الدولة ومصالح الدولة الى انها تعطل المجتمع تكسر المجتمع اقل شيء هذه البراجات وهذه الدوضانات وهذه الادارة الارهابية وهذه الطرقات المكسرة حولت الدولة بدل ما تكون الدولة وسيلة لخدمة المجتمع اصبحت لتعطيل المجتمع لتكسير المجتمع لتفقير المجتمع لقهر المجتمع الدول وجدت لخدمة الشعوب وليس لقهر الشعوب اللهم الا عندما تكون عند حثالة الحثالة امثالكم اسمع هذا في زيامة المنصورية تيلة تغيير لتجربة الشعوب تظهر المنصورية لا المنصورية المنصورية مستغل النظرية الوشغل الذهاب لتعطيل المنصورية لا لا المنصورة النار النظر يطلع ليا عندما لن احنا هنا وليس الانسان ولا ما تفاكد كله لهم وليحنا ما كانش مرة ما كنستالبش معكم مرة لا شركي ديلونا على الحال جيبونا لي بومبي لاي ما نحتاجه نحنا لي بومبي نحنا نحتاجه لي بومبي الدنيا ما رأى تدسها بيكل ما خلت ولاو ما خلتنا ولاو شركي شوف ما أعرف مناش حال ما أعرف مناش شركي لا ما فهمنا ونرب يجيب الأخير أخوش سبحانه دعالي لا أساسي ولكن راه الإيمان وحده لا يكفي عندما ترجع لكل كل الآيات الكريمة والحاديث الشريفة التي تحدثت على الإيمان تقرنه بالعمل الصالح إذن إيمان وعمل صالح إيمان وعمل صالح إيمان وحده ما يكفيش عمل صالح وحده ما يكفيش بالنسبة لمن يريد اليوم الآخر يقدر العمل الصالح يفيدك في الدنيا أما إذا أردت الدنيا والآخرة فالإيمان والعمل الصالح العمل الصالح ضروري في حياة الناس يجب أن نفكر جيدا وأن هذه جاتنا مرة أخرى هذه الأحداث قبلها بأسبوع فقط 34 كانوا في البداية 34 والآن راهم تجاوزوا الأربعين حسب الأخبار اللي عندي في أتوت في تامن راست ناس ماتوا حلقا بشكل فضيع فضيع جدا راي كل مرة جينا إشارات نبهنا بأن هذه العصابات الإجرامية راي ديتنا للهوية مش للوادبرك للهوية يجب أن نفكر جيدا إما إنقاذ بلدنا وطننا مجتمعنا شعبنا أهالينا عصرنا من هذه العصابات وإما راهم ديننا الهوية ما فيش ما فيش ولا مؤشر واحد على المليون تقول والله هنا راح نديروا حاجة كل الناس تجمع ولن يخالف من أحد في هذا الرأي بأن الأوضاع الآن بعد أربع سنوات من اللي جابوا تبون المزور أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل كل الناس تتفق على هذا كل الناس تتفق اللهم إلا قد تجد واحد في المياء ممن أثروا وتغناوا وزادوا إلى آخره هذو اللي راح يجيبوهم ما يسمى برجال نهب المال هذو راح تحكوت وراح حداد جابوا مولا وجابوا غيرهم ونشعار بشكون هذو يقدروا يفرحوا لأنا خرجت عليهم أما البقية كل الناس تجمع الاقتصاد معطل مجتمع معطل دراسة كارثية طرقات كارثية المستشفيات كارثية الأسعار ترتفع بها جنونيا المواد مختفية كثير من المواد الطبية مختفية الإدارة أصبحت أبشع البلديات ورؤساء البلديات أصبح النهب علني نشرهم للدعارة أصبح بلا حدود نشرهم المخدرات زادة على كل حد الناس تصوراته إذن هذه كلها مؤشرات بلعمدين الهوية وما زال يفكرونه في عهدى ثانية بعدين جايبين اليوم مجلس قضاء لبويرة توقيف مشتبهين فيهما اثنين في حراق الغابات بولاية لبويرة وتم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية تم تحويل ملف أمام قسم الإرهاب والجريمة المنظمة لمحكمة سيد محمد وكيل جمهورية محكمة الأخضارية عمر بفتح تحقيقات ابتدائية حول أسباب هذه الحراق وكشف المتسببين فيها ونفس الشيء قال الكدار وما يسمى بوكيل نايب العام أو وكيل الجمهورية في بجايا وفي جيجل إلى آخره تعرفوا اللي يرتكب الحراق أولا الآن هم يعطونا إشارة باللي الحراق هذه بفعل فاعل أوكي معناها مش طبيعية مش كلها على الأقل طبيعي لكن رايحين معتقلين المرأة وربطينها هكذا من يديها وقال لك وجايبين صور وجايبين هذه من يشعار في الحراق هذا كما هذاك اللي لقاوا عنده زوج بريكات لول عملي فات زوج بريكات الدوة قدشي لقاوا عنده زوج بريكات في جيبو وكانت مصخرة الناس مسحت بهم الأرض أنا ذاك كانت الناس ما زال تكتبوا فيسبوك وفي المواقع الأخرى الآن أنا أقول لكم بسهولة هل تستطيعون أن تأتوا بواحد مثل جبار مهنة اللي يجمع عليه الناس أنه قام بحرق منطقة القبال في 2021 ولما لا يعود عاودها الآن هو أو أي جنيرال آخر أما أنكم تروحوا للمساكين للبساطاء اللي ما عنده يدافع عليهم هذا رح يصرى مثل عملية الاحتكار اللي كنت تقولها تسجنوا واحد عنده مئات بيدون زيت ولكن تعطوا ملايير الدينارات مئات الملايير السنتيمات لناهي بي المال العام ويروحوا في رحلات مع تبون وقبل كانوا يروحوا مع ابو تفليقة إلى آخره والله ما أهلك من كان قبلكم إلا أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه يعني الغني التاري اللي عنده المعرفة وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد هذا طريق للهلاك أما تروح تجيب مسكين أمرأة ماشية في الطريق جايبين رابطين ها الأخر جايبين ثلاثة هنا في مشاعر في هذا المدينة ربعة في هذا المدينة ستة في هذا المدينة هادون يقوموا بحرائق ها الناس شافت كانت كاينة تزيل الكوفتير تمر بعدها بربعة وشرين ساعة تشعل النيران وأكد لي بعض إخواننا في جيجل أو في بجاية أقسموا بأن النيران انطلقت بعد ساعات من مرور لزيل الكوفتير ما هي هذه المصادفة كل ما يمروا لزيل الكوفتير في الصيف بعدها بشوية تشعل النيران أيها المصادفة هذه والناس كاين فيديوهات وفي هذه الكابسيل وهذه الكابسيل هذه في درجة معينة حرارة معينة تنفجر هذا الكابسيل تشعل نار أكيد أن الجزء طبيعي وأكيد أن الجزء قامت به أياد إجرامية أنتم تعرفونها جيدا أسمها المخابرات الإرهابية كما سماها الشعب الجزائري حابين تخلوا الشعب في حالة تيهان ضياع خوف رعب جي الفايضانات غرقوا والفايضانات الجزء الأكبر متسبة فيها الإدارة الفاسدة اللي تبني في الوديان أو تغلق على الوديان الجي النيران تحرقوه أما احتراق الأسعار على طول العام والفساد على طول العام في كل مكان فهذا هذو اللي رح ينتعتقلوهم تظلمونهم ظلم عظيم مهمش هذو اللي يحرقوه يديرو حرائق مرات كانت تبدو فيها كيلومترات الحريق ويعجبك الحريق في الغالب يكون خط واحد خط مستقيم مما يعني أنه هذيك الهليكوبتر اللي مرت كانت مرت على خط وهي ترمي في الكابسيل وهذه الناس شفوها في 2021 وهناك أدلة الناس فيديوهات موجودة صورت الفيديوهات كيفاش كانت النيران تشتعل في أماكن على خط مستقيم اللي مرت على خط مستقيم هل هناك في الجزائر قاضي يقول أنا قاضي بملئفاه وفهمه معمر ويطلب ما نقول لك يجيب جبار مهنة وروح يجيب بركش عقيد من عقداء من تع السيكتور تع المخابرات اللي في بجايا ولا في جيجل ولا في سكيكدا ولا في عنابة ولا في البويرة ولا في المدية تحقق معاه برك ما تتهموش فقط تحقق معاه هل هناك قاضي يستطيع أن يفعلها للأسف والله المخير فيكم ما يستطيعش يحقق مع سيرجان شيف إذا ما قالوا لهش هو ما حقق معاه المخير فيكم ما نقولش عقيد ولا جنيرال وتعدوا عارفين الحقيقة وتعدوا سامعين الحقيقة على قول هذاك البروكورير اللي قال للسيد اللي تهجم عليه والتبون قبل عشرة أيام قال له يقول حسبي الله نعم الوكيل حسبي الله نعم الوكيل يقولها الإنسان المظلوم الذي لم يستطيع أن يأخذ حقه فيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لماذا أنت قاضي لماذا أنت قاضي هل أمرك القانون أنه كيجي الناس يشتكوك من واحد تقول له يروح يقول له حسبي الله نعم الوكيل يروح يقولها بلا بيك يحتاج يمر عليك هل أمرك الدين إذا رك تدعي أنك مسلم ومؤمن أنه كيجيك واحد يتقاضى مظلوم تقول له الدين راه يقول لك يقول حسبي الله نعم الوكيل لماذا وجد القضاء لماذا وجد القضاء لماذا رك تدعوا في أموال معتبرة وامتيازات معتبرة ناهيك عن شكاير بلا حدود وبعضكم وصل به القذارة والنذالة أنه يراود نساء رجال اللي جيه دائما مظلومة ولا جيه مشتكية ولا جيه عندها قضية رجعت البلاد كلها فجور كثير من القضاءات ليسوا إلا فجار لكنهم يلبسون هذيك العرب نوار ومن يشعار على أساس أنهم قضاءات وزير الداخلية سنشرع في تعويض المتضررين بعد استكمال عملية الإحصاء مثل المتضررين في الفيضانات كي اللي يراهم ما زالوا مرميهم في الشوارع كي اللي يراهم ما زالوا في الخيام كان لخساراتهم كانت بمئات الملايين عوضتهم بابا 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 سبعين مليون وثمانين مليون ويتقسموها مع الوسطاء اللي يقولوا أنا نشوف لك أنا نجري لك أنا نشوف لك مع رئيس الضائرة ومع الوالي ومع اللاب وروحوا سألوا أهل ولاية تيبازا ولاية بومرداس وأجزاء في العاصمة وقلمة وينصرت فيضانات وروحوا سقسوهم اللي عوضوهم بالفعل في الحقيقة هذا مرة أخرى مال ينهب من الخزينة العامة باش يدوه اللصوص وقليل وين يوصل الوحد مستحق كنتسمع التعويضات أعرف بليرح نعمروا جيوبهم مرة أخرى من هات التعويضات ترجمة نانسي قنقر كنتسمع إمكاني بمقا comfortable التي جعلتائه من هي جولة مدانية قنات بله جولة مدانية 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 ماشها عسكرية رحمه الله إن الله وإن الله يرجعون أخونا عبد القدر ابو عكّا من حراك وهران وكان أحد أشرس الحركيين وأقواهم وأثبتهم وفته المنية رحمه الله وعلينا نتذكر هاو هنا في وحدة من الحرك رحمه الله ورحمه كل من مات مدافعا عن هذه البلاد كل من مات مقاومة لهذه العصابات كل من تشبث بالحق ودافع عنه كل من واجه الباطل وواجه المفسدين في الأرض رحمه الله ورحم الله كل من مات مظلوما رحمه الله لا أدري ما سبب وفاته تقبله الله إن شاء الله وغفر له ولنا ولكم جميعا تقالا إلى كانت هناك وقفة مهمة جدا في أمس في مقابل سفارة العصابة في مدريد وأقدمت عليها أمنيستي في اسبانيا وشارك فيها عدد من الناشطين ضد تسليم محمد عبد الله ومحمد بن حليمة وهذه مهمة ومهمة للغاية جمعوا 30 ألف توقيع ينددون فيه بالانتهاكات وبالتعذيب لتعرضوا له الجزائريين داخل الجزائر وعلى رأسهم محمد بن حليمة ومحمد عبد الله رفضت سفارة العصابة أن تستلم منهم التوقيع لكن هذا مش مهم كتبت كثير من المواقع والصحافة الإسبانية عن الموضوع هذا مهم ومهم جدا خاصة أنه يأتي بعد انتخابات غير محسومة في إسبانيا لم يحسمها أي طرف له وإن كان فاز اليمين إلى حد ما أفضل إذن مهم جدا أن بعد سنتين من تسليم محمد عبد الله تقريبا سنتين بعد أربع سابع من الآن تمر الذكرى الثانية وبعد حوالي سنة ونصف تقريبا من تسليم محمد بن حليمة حليمة ومحمد عزوز ما زالت الاحتجاجات وما زالت المظاهرات وما زالت الإحراج للحكومة الإسبانية وللعصابة التي تتحكم في البلاد وهذه المرة أجانب وكانت بعضهم لأن محمد بن حليمة كان عضو في أمنيستي إسبانيا وكان يدافع معهم على المظلومين لمحكمين في دول أخرى وعرفوه عن قرب وبالتالي يعرفونه أنه كان مسالما ولم يتجاوز القانون كما قال ممثل الوزارة الداخلية الإسبانية في إحدى الأكاذيب الكبرى التاه هو الآخر بشيبرر تسليم يتعارض مع القوانين الإسبانية والأوروبية والدولية هذا مهم جداً نحن بنسبة لينا لن يقدم لنا شيء لأن هذه قضيتنا وسنستمر وقضية الحق والحرية والعادل سنستمر فيها إلى آخر نفس لكن بنسبة للعصابة هذه التي تعتمد على الخارج وعلى الدول التي تحميها في الخارج وتدفع الجزية هذا يضعفها هذا هذا يزعجهم ويضعفهم ويعرفوا بأننا أقسمنا أن لا نترك هذه القضية أبداً محمد عبد الله بن حيما ومحمد عزوز إبراهيم الإعلامي لماذا هذه الثلاثة بالذات؟ لأن هذه الثلاثة سلموا من الخارج طبعاً قضية الحرارة كلهم الحرارة كلهم هي قضيتنا لكن قلنا لهم أن هؤلاء بما أنكم تواطعتم مع إسبانيا وسلمتم أمواج شعب جزائري وبعتهم الغاز بنصف السعر وسلمتم مصالح أخرى هذه قضية لن نسكت عليها أبداً آه في البدايات كان عندكم الذباب والأذناب والثورة المضادة ودخلت وخلطت لكن ما يبقى في الواد غير حجاره جيبونا السفهاء اللي كانوا يخذبونا على بن حليمة وعلى محمد عبد الله وعلينا جيبوهمنا الآن ما يبقى في الواد غير حجاره وما تبقى القضية إلا الذين يحملونها بحق وبصدق اشتركوا في القناة هذه كانت في منطقة ولاية ودسوف بلدية طلب العربي لعلي ذكرتها على السريع في اللايبات السابقة لعليكم تابعتوها وهو عندما قامت الشرطة الإجرامية بقتل المواطن وجرح آخر جرح خطيرة جدا المواطن هذا جندي جندي ما نشعرف وش صارعه مع البوليسي البوليسي ركب مع صاحبه في السيارة ودحسوا قتله ممكن كاش ما تزايدوا في الكلمة ممكن كاش ما تقلوا والله ما نشعرف طبعا كانت الأمور هذه تمر مرور الكرام وكتير من المرات الناس كانوا يسكتوا وخاصة جات بعد مقتل جباري هيثم جباري رحمه الله اللي قتل تحت تعذيب البياري الإجرامية نفس الشيء البياري نظن طالب العربي أو على الأقل شرطة في طالب العربي مش عارفوش من جهاز منها والبياري في في عنابة والبياري في في تامن رست يعني أعطاهم لأننا أعطيهم كارت بلونش يعبثون بالبلاد يفعلون ما يشاون هذا لن يمر بإذن الله هذه الأمور لن تمر المعلومات اللي عندي من أهل المدينة نقرأ لكم رسائل بعضهم كانوا كتبولي عليها يقولوا لي أخ محمد هناك حادثة أخرى في ولاية الواد المنطقة الحدودية طالب العربي مقتل الشاب تحت عجلات سيارة الأمن وفرارها وقاعد مركز السلطة يكذب ويقول بأن عدم خروج سيارة الأمن منعت خروج سيارة الأمن بعدها خرج السكان في المنطقة حصرهم وهاجموا المركز وأحرقوه قبل وصول قوات الدعم وتتسطر قنوات صرف صحي زيغو على القضية أما ما يسمى بقناة النهار فقد لفقت الخبر وتقول في الشريط السوف للشاشة بأن الشابين دخل في جدار بالدراجة النارية كالعادة يكذبون كالعادة يكذبون قبل 22 سنة هكذا بدأت أحداث القبائل تعافري 2021 2001 بعد ما أقدمت الدرك الجدارمية قتلوا الشاب ومن بعد خرج وزير الداخلية أنا ذا قال كستان فوايو معروف باللي فوايو إلى آخره لما الناس قلبوا وشافوا وقلوا باللي بالعكس إتيديون طالب ثانوي معروف إلى آخره فقامت القيامة وقتل بعدها 127 شاب وجرح الآلاف ودمرت حياة الآلاف هكذا يكذبون وهذه مش قنوات إعلامية هذه قنوات إجرامية هؤلاء أبواق مخابرات إرهابية والحمد لله الشعب واجههم وقال هالهم علنا في الحراك كانت الناس أستقف أمام مقرات هذه الأبواق ويقول لهم أنتم أسباب نايا المدلولين إلى آخر وليس فقط مدلولين ومشاركين في الكذب في الجريمة في التلفيق في التلبيس تلبيس الباطل واللي حق والحق واللي باطل إلى آخره بعدها يقول لي يقول لي الآن سألتهم قلت لهم كيف هي الأحوال الآن يقول لي الوضع الآن بدأ يقول لي هادئ جاءت عربات الدعم من كل مكان بكل أنواعه ما زالت متوقفة وتم التصالح مع عائلة الضحية بعد وعودهم بتقديم المتسببين إلى المحكمة والخبر الآن في قناة البلاد كان جابت هذه القناة وهذه قناة إجرامية أخرى أيضا كل القنوات إجرامية على كل حال جايبين هنا مجلس الوادي إدعى سائق سيارة مصلحة أمن دائرة دبيبة ومرافقه السجن الحبس لو كان ناس مخرجوش وتظاهر وحرقوا مركز الشرطة اللي أنا ما نش مع الحرق الحقيقة لكن مع التظاهر والتظاهر اللي ماهوش يرمي لك محير قد تهرب لا لا التظاهر اللي اشتباك سلمي قلت هون عود هذاك الوقت الذباب والأدناب كلهم جابوا هذه الكلمة نعم هناك اشتباك سلمي لكن إخواننا ما راحوش فقط الاشتباك سلمي هنا راحو إلى حرق المقر قامت القيامة واضطرت العصابة أنها تجيب الشرطة من كل مكان وجابوا الدرك وقامت القيامة في المدينة بعد ما قامت القيامة في المدينة وحرق المركز وتخباوا البوليسية 48 ساعة وهم كانوا بعضهم يقولوا ما يقاوش حتى وش يأكلوا بعد درك يعترفوا باللي بالفعل كانت جريمة وليست أنه دخل في الحيد ومن يش عارف الأكاذيب اللي نشروها الأولى بش يوريلك هذه القنوات يكذبونها على حسب التليفون اللي يجيهم هاي خرجت كانت القناة ما يسمى بالنهار تقول باللي ها دخلوا في حيد ما ماتوش مش شلطة اللي قتلتهم وهاي الآن قناة ما يسمى بالبلاد تخرج وتقول باللي تم إداعج الشخصين اللي كانوا في السيارة واللي تسبوا في قتل يعني قتلهم مش تسبوا في قتل هذا الشاب ويصرح الآخر إداعهم الحبس وش هذا وش معناها نرجعوا للقاعدة الرئيسية يخافوا ما يحشموش لو كان أهل طالب العربي وهم ناس في الغالب ناس مسالمين وبسطاء أنا أعرف المنطقة جيدة اللي أنا كنت نقطع منها هناك لما نجي من من طرابلس مرورا في تونس فهذاك هو المدخل الرئيسي اللي كنت نمر عليه في الود طالب العربي والدبيبة واتسوف وكل هذا يعني ناس بسطاء ناس طيبين ناس لو كان سكتوا ولا لو كان رحوا فقط طالبهم بحويش بسيطة ولا ما كاش يصبح هذاك هو اللي غالط واللي مات هو اللي غالط هذا إلا ما ادوش ما اعتقلوش كما فعلوا في عنابة رحوا تقلو خو وزوجة وزوجة وأخت هيثم جبال قتلوهم بعض رحوا يعتقلو في الأسرة قال لك رأي خرجت الفيديو نتع الشهادة نتعم يعني يريدون حتى أهل وما يخرجوش شهادة إذن لو كما انتفضش أهل طالب العربي تموت القضية هذا إذا ما اتهموش الأسرة من بعد بأنها هي اللي تسبت في دارت جرحة السيارة ابنهم اللي مات هو اللي جرح السيارة تعشرتها استغربوهاش داروها لبعض الناس فيها كنت رويت لكم قبل حوالي عشرة أيام ولا 12 يوم على قصة ذلك الشاب اللي راح اشتاكى عند عند الدرك تعتقد كانت تعفرد لو لا ذكرتي جيدة قالوا له رانا لهين بالبيام رانا لهين بما ما نقدرش نجوك رجع اشتاكى من جارو رجع جارو قتلو خرجت الناس والناس زعفانة من العملية وقال لهم كيفاش ما جيتوش تحموه واجاكم باش يحمي يقول لكم ما يطالب الحماية قلتوا نروح رانا لهين بالبيام هاو مات وكان هناك غضب شعبي راحوا للأسرة والخوه ما نشعرف راح ممكن مسجون عندهم ولا على الأقل يهدوا فيه ويدروا له في الغرامات ويقلبوا له في الدار إلى آخره يعني الناس غضبوا على على كارثة دارتها الدرك لانا ما حماتش واحد راح لهم طلب الحماية بعدين يروحوا ينتقموا من الأسرة ولا مغير ديفوايو وكلمة فوايو لا تفيكم يعني ما توفيش الوصف الحقيقي إذا سمحتوا لي نروحوا للنافذة الدولية قبل أن نرجع ولو قليلا للملف مرة أخرى للملف الجزائري وفي النافذة الدولية الأوضاع تتصاعد بشكل غير مسبوق أو قول بشكل كبير على الأقل بشكل كبير ما بين الروس والأوكران بشكل كبير فبعد بوقف الحبوب وإنما فجر ودمر آلاف عشرات الألاف الأطنان من القمح في أوديسا لم يكتفي بحرق عشرات الألاف من الأطنان واللي يحتاجوها شعوب العالم وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار ومزيد من ارتفاع الأسعار من القمح نحن مثلا الخزينة العامة الآن تدفع مزيد من المال نتيجة تلك التصرفات تعبوتين وفي كل مكان العالم ارتفعت أسعار القمح لم يكتفي بذلك إنما راح يدمر المنشآت يعني الصوامة بتاع القمح وين يدروه بشي قبل ما يصدره راح يدمر فيه تماما لم يكتفي بذلك راح اليوم ضرب أيضا موانئ بعد ما ضرب موانئ أوديسا وضرب باخرة كبيرة كانت تنقل الحبوب ودمر الصوامة عن تاع الحبوب راح يدرب في منطقة الدنوب وهي منطقة أيضا يتم منها تصدير بعض المواد الفلاحية خاصة الحبوب بعض المواد الزراعية خاصة الحبوب في أوكرانيا في محاولة كثيرين رأوا في هذا العمل من أنه محاولة لتجويع العالم والحقيقة أن كثير من الصحافة خاصة الصحافة العربية شنت هجوم عنيف جدا على بوتين من أنه يريد تجويع العالم وأنه لم يكتفي بوقف الاتفاق لمرة لسنة وإنما سيضمر القمح لماذا تضمر القمح ولماذا تضمر المنشآت التي يتم فيها وضع القمح ولماذا تذهب إلى أماكن بعيدة عنك هذا كله في الحقيقة هي استراتيجية باش يخوف العالم الخارجي بأنه إذا كانت روسيا تبقى تحت الحرب وأنتم تدعمون في أوكرانيا لكي تستمر الحرب أنا أريد أن أسيطر على أوكرانيا على أجزاء منها أنتم تدعمونها إذن أنا رح ننتقم من أنت ننتقم ننتقم من الشعوب الفقيرة يعني هل فرنسا تشري القمح هل الولايات المتحدة تشري القمح بالعكس هذون سعداء الولايات المتحدة فرنسا كندا أستراليا لطوانيا لاتفيا قولندا هذا كله ميصدر القمح أسعار ترتفع من الذي يدفع أساسا الجزايا تشري القمح أكثر من نصف القمح هذا العام شرين سبعين بالمئة مصر أداء كثير من دول إفريقية بعض دول أسيوية هذه هي التي تدفع ثمن بمعنى بوتين ينتقم من الغرب بتجويع ورفع الأسعار على الشعوب المستضعفة وروحوا كأن بعض لماذا زالوا يقدسوا في بوتين روح قدس بوتين بوتين يقدس الإضاء يزيد يجوع المجوعين ويفقر المفقرين نتيجة يعني جهغ القمح في حين أن الطائرات الأمريكية والبريطانية كلها على حدوده والألمانية عشرات الآلاف الآن من الجنود الألمان وصلوا إلى بولندا وصلوا إلى لاتفيا والجنود العشرات الألاف من نيتو بعضهم أمريكان ألمان بريطانيين فرنسيين سبنيول طليان سويديين يصلون هناك سويديين بالرغم أنهم ليسوا أعضاء الآن في أخبار تحدثت على أن مستشارين سويديين متواجدين في هذه الدول أيضا هذا ما يقدر شيء يختارب منهم ولكنه يحرق القمح ويدمر الموانع التي يصدر منها القمح والصوامع التي يخزن فيها القمح والذي يدفع ثمن ليس للغرب وإنما بالعكس دول غربية تستفيد من ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك كانت طبعا على مستوى الحرب كانت هناك هجومات وهجومات متبادلة كان هجوم كبير جدا على كييف قالوا أنه جاء رد على هجوم على موسكو أمس الأكران كانوا هاجموا موسكو ورد الروس بهجوم على على كييف هجوم شاركت في عشرات الطائرات المسيرة والسواريخ و كوتين يقول بأنه مستعد لتعويض الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري أو بالمجان معتبرا أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود أصبح بلا معنى وطبعا سيلتقي لأفارقة بعد يومين غدوا ضمن أو بعد غدوا رح يلتقي بالرؤساء لأفارقة فيما يسمى بالقمة الإفريقية الروسية وهناك رح يقول لهم أنا نعطيكم القمح بالمجان أو نعطيكم بأسعار مخفضة لماذا تدمر القمح الأوكراني إذا كنت بالفعل تريد أن تساعد الأفارقة ساعد الأفارقة بدون تدمير القمح الأوكراني لأن تدمير القمح الأوكراني أدى إلى ارتفاع الأسعار وقضية بالمجان هذه كذبة كبيرة من عند الروس الروس عمرهم لا يمدلك بالمجان لا الروس ولا المريكان ولا ألمانيا ولا فرنس هذه هذه ليش منظمات خيرية المريكان إذ تضع الآن أكثر من مئة مليار دولار والأوروبيين قريب من مئة مليار دولار في أوكرانيا فهذا ليش من لأنها منظمات خيرية هذا لأنها الدول لها مصالح وترى في الهزيمة الاستراتيجية للروس أساسي الروس عندما تسمعون أنه يقدم حاجات بالمجان فعرف أنه يأخذ بها ربما بقيمتها أكثر الروس أو الصين كما قلت كل الدول قليلة هي المنظمات الخيرية التي تقدم بالفعل بالمجان حتى بعض المنظمات الخيرية تقدم للناس مساعدات وتقدمها بشروط ببعض الشروط الخفية أو فما بالك بالدول فطبعا ما شح يكون فيها لا مجان لهم يحزنون ولكن البروباغندا ستأخذه حتى واحد من الأفعاد التي يرسلني محل الأخر قال يشوفها لكن قلت بلي سيرفع الأسعار إلى آخرها ويمدها بالمجان بالمجان في البروباغندا في تلفزيون في النشرة الثامنة كما لدينا النشرة الثامنة النشرة الثامنة في روسيا والله العاشرة لا لا أعرف عن ما ستفوت النشرة الرئيسية يكون بالمجان على المستوى والآخر ما كاش حاجة اسمها بالمجان ما فيش فراح يظن يجتمع ببعض الأفارقة هناك ولكن أعتقد أنه كين مشكلة كين البعض اللي يريد لأنه ما يقدرش يشوف ما عدا نظرة بنار نظرة هذه ولا هذه ما يقدرش يخرج منها كين واحد الطريقة هذه بلاك راكم عيشتوها مثلا تدخل عند واحد في دار مثلا واحد صديق يرح عند صديقه يقول له قهوة ولا تاي ما يقول له وش تشرب يقول له قهوة ولا تاي معنا لازم يخير القهوة ولا تاي طبعا الضيف جه صعيبة يقول له مثلا إذا كان حاب يشرب ما نشعرف عصير بارد ولا حاب يشرب القزوز بارد والله جه صعيبة فهو الخيار اللي عنده قهوة ولا تاي هذا هذه اللي مرات الناس يضعوا روحة فيها الروس ولا الغرب ولماذا تختار الروس ولا الغرب لماذا الحر ما يختار الاستعمار اسمه روسي اسمه صيني اسمه أمريكي اسمه بريطاني اسمه فرنساوي اسمه ألماني اسمه هندي جاي من المريخ من موارع المريخ تختار الاستعمار لازم تنظر للأمر وتخرج منها أنه كاتب لي اليوم واحدة رسالة يقول لي وابوتين سيدمر لندن وأنت في لندن ياليت ياليت هاي نروحوا على الخفيف يعني واو دمر لندن ودمر بريطانيا قاع ودمر أوروبا قاع يعني الاخرين قاعدين يلعبوا وما عندهم سلاح نووي أيضا ورغم دير الحسابات والتهديدات الروسية كل ما كانوا يهدوا في البداية كانوا يرتبوا في أمورهم وأقمارهم الصناعية الآن كلها راه مركزة على السلاح النووي الروسي وقاعدين وقاع ربما يبدأ بأول ضربة جهة ضربة من بعد تخرج روسيا من التاريخ ومن الجغرافيا لكن مع ذلك أنا أقول لك هذه حرب ما بين القوى الاستعمارية نعم بوتين هو الظالم لأنه المعتذي على أوكرانيا اللي كان يريد أن يجعلها تابعة لو كانت أوكرانيا ما سلمش سلاح النووي اللي كان عندها كانت ثالث قوى نووية لما نهى التحط السوفيتي لو كان ما يقدرش لأن عندها السلح النووي لو كانت أوكرانيا جزء من الحلف الأطلسي كان ما يقدرش الدليل هذه دولات صغيرة لا ترى إستونيا أو ليتوانيا دولات صغيرة وفيها 30% روس والروس هناك يعانون معاناة رهيبة في هذه الدول فرضوا عليهم تعلم اللغة الإستونية أو ليتوانيا بالسيف وضايقوهم بشدة ما يقدرش يرفع صبعه في اتجاه دولات صغيرة كانت جزء امتحات السوفيتي لماذا لأن عوضوا في الحلف الأطلسي لكن مع ذلك نعود نرجع لإخواننا اللي رههم مرات نعود نقول المثال الجزائل لا تفتخر ما تدرناش كما تببون رح للصين وقال لهم الصين دولة عظيمة وقوية ومبعد وإحنا الصينيين يعطوك خويش باطل الصينيين ولاد عمك نسابك بينك وبينهم الدم الصينيين هم ثاني دولة عظيمة لنفسهم فانتم بعض إخواننا خرج نفسك ما تكونش تابع للاستعمار أي دولة استعمارية ما تكونش تابع لها وروسيا دولة استعمارية خاش داخل فيليان هذه في نهاية المطاف عندما حساباتهم ومصالحهم وروح شوف المسلمين ومعاناتهم في روسيا يبدأت تخرج مرات بعض فيديوهات بدأت الناس تنتبه شوية الحمد لله الأمور تغيرت مقارنة مع البداية بما فيها الرسالة تصلني الآن بعض بدأوا يقولوا رأنا نشوفه بالصورة أفضل ما نقولش أنا قنعتهم بطريقة أفضل ما نقولش هذه لكن رأهم يشوف بالصورة أفضل الحمد لله دائما الإنسان أن يصل للحق أو يقترب منه دائما شيء جميل فإذن مع ذلك فإن ترامب شن هجوما على الحلفاء الغربيين الآخرين وقال ترامب أول أمس قال أن أمريكا دفعت 150 مليار دولار الحقيقة يكذب هو أقل من 120 مليار دولار لكن ترامب نرجسي عنده نرجسية تلك الجنون فدائما يضخم الأشياء فقال أمريكا دفعت 150 مليار وهم دفع 20 وهذا أيضا ليس صحيح الأوروبيين حد الآن دفعوا أكثر من 60 مليار دولار وكي البعض المصادر تقول أنها اقتربت من 100 مليار دولار قال لهم لو كان جيت أنا ترامب يقول لو كان جيت أنا نجد يدفع مثل أمريكا أو أكثر لكن اللي وهو برنامج في Fox News يقول بأنه فرض على الغربيين على الأوروبيين أن يدفعوا للحلف النيتو وجنيت مئات الملايين من الدولارات هذه جزء منها صحيح وهو أنه فرض على كافة أعضاء الحلف النيتو الآخر 29 بلد أو 28 بلد آخر كانوا فرض عليهم بش يزيدوا مشاركتهم ومساهمتهم ومساهمتهم في في التسلح وفي يخلصوا كثير من الخدمات اللي قدمها لها قدمهم الجيش الأمريكي لكن ما هيش مئات الملايين من الدولارات بعض المصاد تضح في حدود ما بين 50 و 80 مليار دولار اضطرت دول غربية تحت ضغوطات ترامب أن تدفحها للأمريكان وأن تلتزم بها بش تدفحها في المستقبل أيضا نقف هنا في الموضوع الروسي اللهم إلا نقطة مهمة ربما وهي تتعلق بالعلاقة مع تركيا بدأت تسوق وضرب الصحافة الروسية بدأت تهاجم طريق غير مباشر تركيا إلى درجة أنهم لما ضربوا الصوامع تعلقمح وضربوا ميناء وديسا اللي كانت الأتراك قالوا أنا مستعدين بشي يبعثوا بوارج حربية تكون معها هذا البواخر قالوا لهم خلاص هاي أوكرانيا خرجت هي أيضا من الاتفاق بمعنى أنتم الأتراك مكلة تنفخوا كثير وتقولوا نجو نحموهم يعني وأيضا الروس قالوا بأن بوتين قد يزور تركيا لكن لم يتحدد شيء لحد الآن هذا كل التعبير غاضب هناك أزمة غاضبة صامتة ما بين الأتراك والروس قد تنفجر في أي لحظة خاصة وأن بوتين جمع رئيس أدربيجان ورئيس أرمينيا عنده وحب يحل بناتهم مشاكل في إبعاد لتركيا اللي هي اللاعب الرئيسي وهي التي ساعدت أدربيجان في هزيمة أرمينيا المدعومة فرنسيا وروسيا إذن الأزمة قد تتفجر ربما في الأيام أو الأسبوع القادمة ما بين الروس وتركيا سيكون ذلك مضررا لهم لاثنين لأنهم أيضا في اثنين خصوماتهم عندهم لكن بيناتهم أيضا في اثنين عندهم صراعات مع الدول الغربية هذه الدول الغربية بالرغم بالرغم كل ما حدث بالرغم حرق السفارة السويدية في العراق برغم الغضب الشديد في العالم الإسلامي برغم كل هذا عاودوا حرقوا المصحب الشريف طبعا العصابة نتاعنا آخيرا أمس أو الله أول أمس قال لك ربما استدعوا السفير السويدي بعد حوالي عدة مرات وبعد انتقادات أنا شخصيا وجهت لهم انتقادات شديدة راحوا قال لك ربما استدعوا السفير واليوم قالوا راهوا وزير خارجية السويدي تكلم مع عطاف دروها على مضر دروها على مضر دروها على تحت تحت القلق وعارفين ان هناك غضب شعبي خاصة مع الحرق قالوا خلينا نخفوا شوية منها لان الناس لا تفهم اذا كانت هذا الشعب مسلم ولا مش مسلم كل حكومات المسلمة هذه وان كانت منافقة انتقدت وبشدة السويد وستدعوا السفراء وكاين اللي يجبوا السفير وكاين اللي قطعوا العلاقات تقريبا كما العراق الى اخره ما قطعتش تقع علاقات لكن استدعى كل واحد استدعى دول موسيق فهو ما داروها مؤخرة اذا المهم عودت هذه المرة في الدنمارك وقالت الدنمارك والسويد انهما تستنكران حرق المصحف الحكومتين لكن لا يمكنها منع هذا الفعل بدعوة حماية حرية التعبير طبعا هذا الكلام نحن نعيش في الغرب هذا الكلام فيه واليه لان حرية التعبير عندما تتعارض مع النظام العام بمعنى يصبح انه واحد يعبر على رأيه والله يعبر على قد يخلق فوضى قد يخلق عنف قد يخلق توترات داخل المجتمع عندهم قوانين توقف ذلك قلوا له لا ما يعتقلوش ما يدوش الحبس ما يدوش بسيح يقول له ما نسمحولكش لان هذا يمس بمعنى بمعنى السيستام مش بمعنى نظام الحكم هذه واحدة الامر الثاني هناك في الخلف جهات تحرك هؤلاء المتضرفين انا الشخصية لا استبعد دولة المسخ اساسا ولكن ربما ايضا بوتين لان بوتين من اهدافه ان تكون هناك توترات ما بين الغرب والمسلمين لان هذا يساعده على الاقل على المستوراء الشعبي لانه اخرج قبل اسبوع وقال بان احنا منع حرق القرآن ممنوع وكان واحد مصري هناك مش عارف مثل القصة ولا دارها بالفعل وحرق المصحف راح اتقلوه وقال احنا ممنوع حرق القرآن عندنا الى اخر هذا ليس صحيح في كتير من الفيديوهات اللي توري جنود روس يقتحمون مساجد وبعضهم مرات كان يعفس على المصاحف ويعفس على المصلين وهناك فيديوهات قديمة قبل سنوات للتدمير مساجد في الشيشان وفي سوريا وغيرها لكن يقتنم الفرصة هو لعله هذا البروباقاندا تمر على بعض الناس في الحقيقة سواء في الدنمارك أو في السويد هما لأن هناك أنظمة تسمى أنها أنظمة مسلمة أو لدول مسلمة ولكنها أغلبها ديكتاتورية فاسدة فاشلة وبالتالي هذه الدول لا تعتقد أن هؤلاء ميدرولو يمكن هارفين من آمن العقوبة أساء الأدب هذا فيه استفزاز وفيه إساء شديدة والحقيقة أن كان صدر اليوم كان صدر قبل عشرة أيام أو قرار من ملسح الإنسان يدين هذا الأمر ويطلب بوقف الكراهية واليوم صدر أيضا من جمعية العامة الأمم المتحدة هذا شيء جميل الذي يتم مس مقدسات أي دين ورموز أي دين هذا شيء جميل لكن الحقيقة أن كي دنمارك وكي السويد لو كانت تعرف أن التجارة تتوقف مقل شيء آخر تجارة فقط لو أن التجارة مع السويد تتوقف ومعان دنمارك تتوقف في خمسين بلد يقول يسمى مسلم أو شعوب مسلمة كانوا سيتوقفون عن هذا وهم لا يستطيعون أن يفعلوا هذا مع دولة الكيان ولا يستطيعون أن يقبلوا هذا للألجي بيتي ولا يعني كاي الناس ما يقدروش يمسو فيهم وما يعطوش للناس باش تتظاهر ضدهم هذا كله يرجع إلى ميزان القوة وليس إلى قضية حرية التابعة والدليل أن دول مثل بريطانيا مثل ألمانيا مثل إسبانيا مثل إيطاليا كثير من الدول تمنع هذا الاستفزاز كنت أريد أن أكمل معكم شوية أكتر لكن أنا يشوف بالي أريد وصلت ساعة ونصف كنت أريد خاصة أن أتحدث على ما يجري في دولة الكيان صهيوني ولكن لأنني سألقاكم غدا في لايب الأربع كالمعتاد فسألقاكم غدا إن شاء الله حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا